انطلقت أعمال المؤتمر العالمي للأوقاف الذي تنظمه كلية دراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ومركز قطر للمال وذلك بحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية وسعادة شيخ عبدالله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من الخبراء والأكاديميين في جهات مرموقة على مدار ثلاثة أيام تتواصل أعمال المؤتمر العالمي للأوقاف تحت شعار قيادة التطور والتأثير الاجتماعي والاقتصادي واستراتيجيات الإدارة والقضايا القانونية والحوكمة والوقف النقدي ودراسات الحالة القطرية المؤتمر يناقش المواضيع التي تندرج ضمن إطار الأوقاف وكيفية تنظيم العمل في هذا القطع نحن وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية يهمنا كثير هذا الموضوع على اعتبار أنه موضوع أصلي في اختصاص وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية وحتما نحن عندنا توقع كبير جدا أنه سيساهم في تطوير العمل وتنمية ثقافة الوقف ليس على المستوى المحلي حتى على المستوى العالمي الأوقاف كانت ولازالت تشكل ركنا مهما من أركان الاقتصاد الإسلامي في شتى القطاعات ولها الأثر الواضح في زيادة الدخل القومي واستقرار الاقتصاد وتوفير فرص العمل لهذا تحرص دولة قطر على إحياء هذا الإرث الإسلامي وعلى أن تكون رائدة في مجال المؤسسات الوقفية ساهم الوقف كثيرا في التنمية وكذلك وفي التمويل وفي تحقيق الرفاهية للمجتمع وفي تحقيق الضروريات والحاجيات لأمتنا الإسلامية في كل المجالات مجالات التعليم مجالات الصحة مجالات الاجتماعية مجالات الإنسانية وحتى في المجالات الحيوانية الوقف كان في التاريخ الإسلامي عنصر أساسي في دعم عملية التنمية والتطوير في المجتمعات المسلمة بشكل عام وهو الآن يتم إعادة النظر فيه من أجل استخدام التطور الحديث في تأطيره بشكل جديد من خلال مجموعة الخبراء والباحثين والأكاديميين في مختلف الجهات المشاركة سواء من دولة قطر أو من خارجها يسعى المؤتمر للخروج برؤية تواكب العصر وترقى لتكون اليوم بأهمية الوقف في التاريخ الإسلامي ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه